أمر عجيب أوي عبدالفتاح السيسي والنظام المصري إن بارح كنت بقول أينما توجهه لا يأتي بخير لكن الراجل أينما يوجه أي حاجة لا تأتي بخير بيستيقظ كل يوم تقريبا أو كل أسبوع على مصيبة شكل بأيديه هو بأيدي النظامه بأيدي رجلته إيه الحكاية المراضي؟ موقع عربي 21 وموقع زانبيا أوبزيرفر ومواقع إخبارية منها وكالة الأناضول نشروا خبرا صباحا اليوم أن زانبيا تحت جز طائرة وصلت من القاهرة وعلى متنها ملايين الدولارات وسبائك ذهبية وبعض الأسلحة نشوف كده الخبر من موقع عربي 21 اللي بيتكلم على الذهب المزور دي طبعا الرواية التانية وهنا أحكي لكم التايم لاين بعد شوي زانبيا أعلنت احتجاز الطيارة دي وعلى متنها عدد من السبائك الذهبية ومدير عام لجنة مكافحة المخدرات نيسون باندا قال إن السلطات احتجازت عشر أشخاص بينهم ست مصريين على متن الطائرة الراجل بيتكلم في بيانه عن طيارتين مش طيارة واحدة واتكلم في المؤتمر الصحفي نيسون باندا ده هو بطل الموضوع كله لأنه هو مخول من الحكومة الزنبية إنه هو اللي يدير التحقيق مدير لجنة مكافحة المخدرات وده سؤال مهم الحقيقة هم ما قالوش إن الطيارة عليها مخدرات قالوا إن الطيارة عليها خمسة وسبعة من عشر مليون دولار وعليها سبع مخازن ذخيرة وعليها خمس مسدسات وعليها مية سبعة وعشرين كيلو دهب طلع بعد كده وزير التعديم بتاعهم بعدها بساعتين ثلاثة قال والله بالفحص والتدقيق والتحليل تبين إنه انحاس وأصدير مش كله دهب ولا حاجة وبالمناسبة المعارضة هناك في زنبيا وبعض وسائل الإعلام بتتهم وزير التعديم ووزير الداخلية ورئيس الحكومة والرئيس والراجل نيسهم بنده إنهم بيترمخوا على القضية وإن في قضية فساد وإنهم بيخبوا الدهب كلام ده منشور ومن أحد هؤلاء أو أبرز هؤلاء مرشح رئاسي للانتخابات الرئاسية القادمة في زنبيا وقال يا جماعة اعلنونا مصير الدهب إيه حكايته لأنه مش داخل دماغنا قصة إنه نحاس النهاردة الصبح لما قرأنا الخبر بدينا نتواصل مع الأطراف المعنية بالتأكيد مش النظام المصري لأن النظام المصري أصلا ما بيردش على ناسه لما هيرد عليه نحن وإحنا بيعتبرنا يعني من أعداء الوطن فتواصلت مع نيسون باندا ومع لجنة مكافحة المخدرات عبر إيميلهم الرسمي الموجود على الموقع الرسمي الخاص بيهم للأسف الإيميل لم يصل مش عارف هل الإيميل اللي هم حطينه على موقعهم غلط ولا إيه لكن الإيميل موصلهمش بعدين لما خرج وزير التعدين الزامبي وعمل المؤتمر الصحفي وقال يا جماعة ده مش دهب ده طلع نحاس تواصلت أيضا عبر موقع الحكومة الزامبية مع وزارة التعدين وأرسلت إيميل على موقعهم الرسمي الإيميل المنشور وأيضا الإيميل لم يصل قالوا إن الإيميل غلط أصلا فأنا برضو مش عارف الحقيقة الحكومة في زامبيا حطيني إيميلات غلط لي على موقعهم فتواصلت هنا مع المفوضية السامية لدولة زامبيا في بريطانيا اتصلت بيهم أعطوني إيميل صحيح المراضي بعدت لهم أن أنا عايز أعمل مقابلة مع المسؤول هنا عن المفوضية السامية في زامبيا اللي هي زي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو الصفارة سامية زي ما أنت عايز بس هي اسمها الهاي كوميشن مش الإيمباسي أو الكونسلت فالحقيقة الناس مشكورين ردوا علي بإيميل أن المفوضية أو القائمة يعني بأعمال المفوض السامي لزامبيا في بريطانيا اسمها أعتقد ماجينيك مازيكا حاجة زي كده اعتذرت بلطف أنها مش بتعمل مقابلات صحفية ولا تلفزيونية مع أحد وبعتوا لي منهم في سطرين أن الحكومة الزامبية بكافة أذرعها الرسمية تتعامل بجدية تامة مع القضية وبرجاء أن تشاهد هذا الفيديو وأرفقوا لي فيديو مدته حوالي ثلاث دقايق لوزير الداخلية الزامبي في مؤتمر صحفي من ساعتين وهو بيكلم عن الحدثة وبيفند اللي حصل وبيقول الخطوات اللي خدوها من طرفهم أنا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده لأن انتوا تعودتوا الحقيقة نحن بنحاول نجيب الموضوع من مصدره فإن كانت زامبي طرف أصيل في القصة فإحنا رحنا للطرف الأصيل والحقيقة المفاوضية السامية لزامبيا في بريطانيا مشكورين بعتولنا الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده الفيديو اللي أرسلته لي عبر الإيميل الرسمي للمفاوضية السامية لدولة زامبيا في بريطانيا بعدما طلبت لقاء صحفي أو تلفزيوني مع مسؤول في المفاوضية السامية تعليقا على ما يجري في زامبيا الرجل اللي حضراتكم شفتوه ده اسمه جون مويبو وهو وزير الداخلية في دولة زامبيا في مؤتمر صحفي أعلن أو نشر أو بث في وسائل الإعلام منذ ساعتين ونصف تقريبا الرجل تحدث في مجموعة من الرسائل طالب أي حد عنده أي معلومة عن اللي حصل أو المشتبه بيهم أو الحدثة أنه هو يبلغ فورا لجنة مكافحة المخدرات وهي اللجنة اللي بتقود هذا التحقيق زي ما اككلمت من شوية وقال كمان أن احنا ما عندناش حاجة نخفيها الحكومة لن تخفي أي معلومات ونفى تماما الأخبار اللي قالت أنه تم الإفراج عن المشتبه بهم وترك الطائرة مرة أخرى قال أنه الكلام ده مش حقيقي وأنهما كلهم قيد التحقيق طالب من السياسيين في زامبيا قال لا يستغلوا هذه الحادثة للنيل أو إقحام رئيس الجمهورية الحالي وطاقمه وقال أنهما خليهم بعيد خالص عن الموضوع ما عندناش حاجة نخبيها وقال أن أي حد مشتبه به أو مشتبه فيه في هذه الأعمال سيتم ملاحقته وأن التحقيق مستمر زي ما قلت لحضرتك دي كانت البداية قبل ما نستعرض أي معلومات ده كان الرد الرسمي للحكومة الزنبية على برنامج آخر كلام ومحاولة استضافة أحد من الحكومة الزنبية أو البعثة الدبلوماسية هنا في بريطانيا للتعليق على ما جرى ودي تصريحات جون مويبو طيب وفقا للبيان الرسمي اللي نشر من لجنة مكافحة المخدرات في زنبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم إيه حمولة الطائرة الطائرة دي كان عليها يا جماعة تعالوا نشوف مع بعض خمسة أو سبعة من عشرة مليون دولار أمريكي أنا عايز حضرتك وأنت بتبص على الكلام ده مع كل سطر تسأل نفسك سؤال واحد هو إزاي خرج من المطار القاهرة السؤال ده مهم جدا على فكرة ولازم في كل سطر من دول تتخيل معايا إيه اللي حصل جوه مطار القاهرة عشان طائرة خاصة يبقى عليها كل ده وتخرج ويطلع مصدر رسمي يقول لوكالة أنباء الشرق الأوسط من ساعتين إنه يا جماعة والله إحنا فتشنا الطائرة وهي لا تحمل الجنسية المصرية إحنا ملاكش علاقة بأي حاجة أوكي ملاكش علاقة بأي حاجة وهي مش بتحمل الجنسية المصرية أي جنسية تمام هي بالمناسبة متسجلة في سام مارينو لكن مش دي القضية القضية إزاي خمسة وسبعة من عشر مليون دولار أمريكي خرجوا من مطار القاهرة ده أول سؤال خمس مسدسات إزاي طيارة زي دي طلعت من مطار القاهرة وعلى متنها خمس مسدسات إزاي الطيارة دي طلعت وعليها مية ستة وعشرين طلقة رصاص إزاي كان فيه سبع مخازن ذخيرة إزاي كان فيه مية سبعة وعشرين كيلو من المعادن ستمية واثنين قطعة نحاس وزنك وتصدير ونيكل دي الرواية التانية للحكومة الزنبية لكن الرواية الأولى والصور اللي شفناها إنه كان فيه ستمية واثنين سبيكة ذهبية شفناها كلنا في الصور الحكومة الزنبية بتقول إنه هما نحاس وزنك وقصدير ونيكل لكن الناس شافت الصور إيه؟ شافتها سبائج ذهبية مية سبعة وعشرين كيلو جرام من الذهب عزيز المشاهد لازم تسأل السؤال ده ولازم يترد علينا فيه مش الطيارة بتاعت مين؟ هنيجي لده بعد شوية لكن الحاجات دي ازاي عدت من مطار القاهرة؟ واللي أنا في الفقرة دي ما حضرلك مفاجأة عن عملية تطوير وتأمين مطار القاهرة مين المسؤول عنها؟ والكلفة قد إيه؟ لكن واحدة واحدة تعالوا نشوف مضبوطات الطائرة الفيديو اللي نشرته وسائل إعلام في زنبيا عن المضبوطات اللي احنا بنتكلم عنها على هذه الطائرة التي تحمل رقم تي سبعة دابليو اس اس واللي لها الحقيقة يعني بعض القصة كده مثيرة هنستعرضها بعد قليل لكن نشوف مع بعض الفيديو منفضلك يا جماعة منفضلك يا جماعة كينا ننسى أيضا احنا مش عايزين ننسى ان هما ملفقين ده نشأة الديهي هجم علينا من الفقرة التانية فيه هستيريا في الفقرة التانية معنا معرفش إيه اللي طلع نشأة دلوقتي يا جماعة فيه فيديو للمضبوطات اللي فيه الطائرة لو مش موجود مش مهم لكن الحقيقة هما كان فيه فيديو هما بيفتشوا خلاص خلونا نشوف الفيديو سيبك من نشأة خلي نشأة لوقته هنرجع له بعد شوان يا الله يفسار الخمسة وسبعة مليون دولار دول عدوا إزاي من عبد الفتاح السيسي ده احنا في عرض دولار واحد ده احنا البلد ما فياش دولارات يا جماعة وعمالين عاملين مبادرات للمصريين في الخارج وتسويت التجنيد ودفع خمسمائة خمستلاف دولار واحد خمسة مليون دولار يعدوا كده منك عبد الفتاح بسهولة الحقيقة موضوع غريب جدا طيب صور المعادن اللي هما بيقولوا عليها أصدير ونحاس ونيكل وهي سبائج ذهبية وفقا للصور المنشورة طلعونا الصورة كده خلينا نشوف صور المعادن اللي قالوا عليها او اللي نشرت النهاردة الصبح مع الطير اهو دي صور اي حد يشوفها من بعيد او من قريب اقولك دي صور سبائج ذهبية يا جماعة لكن الراجل وزير التعدين الزمبي له رأي آخر الحقيقة وده اللي فتح عليه نيران المعارضة في زامبيا ومنظمات المجتمع المدني ويمكن لو الموضوع مستمر للبكرة نعمل كده متابعة للي بيحصل داخل زامبيا تجاه الحكومة على موضوع الدهب يعني أنا عايز اقولك ان في ناس على تويتر بيكتبوا فين الدهب راح فين الدهب يا جماعة اللي بقدرت قادر حولتوه انا قبل ما اجي على طول وانا بشوف تويتر هناك يعني في زامبيا بعض المشاطات والصحفيين فلاقيت واحد نشر صورة وزير التعدين في زامبيا ونشر الصورة دي جنبه وكاتب من انجازات وزير التعدين الزمبي هذا الرجل هو الذي استطاع ان يحول الذهب الى نحاس في دقائق معدود فالجماعة انك مش مصدقين الرواية بالمناسبة يعني بس تمام خلينا نمشي مع الرواية الرسمية في زامبيا طالما ما فيش رواية رسمية في مصر ووضح انها مش هتطلع طيب سندي السلاح اللي حرزوها في الطيارة كان شكلها عامل ازاي تعالوا نشوف دي سندي اللي فيها السلاح اللي قلنا سبع خزن زخيرة وخمس مسدسات ومية ستة وعشرين طلقة تقريبا او حاجة فدي كانت السندي بتاعة الذخيرة طيب صور الخمسة وسبعة من عشرة مليون دولار كانت عاملة ازاي برضو طلعونا الصورة كده خلينا نشوف دي صور الدولارات اللي هربت من عبدالفتاح السيسي او يمكن هو اللي مهربها الله اعلم لكن الحقيقة مبلغ كبير مش قليل وصل زامبيا عبر مطار القاهرة جميل اوي الطيارة دي اللي هي تي سيفن دابليو اس اس الحقيقة ليها مصار غريب شوية وانا هنا عايز اوجه الشكر الحقيقة لحسابين وهم اول حسابين انا شفتهم على تويتر يمكن يكون في ناس قبلهم وانا بعتذر ان انا ما شفتهمش يعني لكن اول حسابين انا شفت انهم عملوا تراكينج للطيارة انبارح لما نشرت لجنة مكافحة المخدرات رقم الطيارة كان تي سيفن دابليو دابليو دخلت عملت على فلايت رادار 24 وعلى كذا موقع من اللي بتعمل بيوم تراكينج للطيارات الحياة ما لقيتش طيارة اسمها كده فكان الوقت متأخر دخلت نبت صحية النقردة الصبح لقيت حساب ما تصدقش وحساب اسمه احمص على تويتر الحياة الاتنين مشكورين وانا بوجه لهم التحية من هنا فتحوا الباب على رحلات هذه الطائرة المشبوهة او الطائرة الموقوفة بلاش نسميها المشبوهة حساب ما تصدقش نشر عدد الرحلات اللي هي قامت بيها 361 رحلة منها 125 رحلة من وإلى القاهرة والوجهة التانية الأكثر ذهابا وإيابا لهذه الطائرة هي دبي حوالي 26 مرة حساب احمص نشر بالصور من فلايت رادار 24 الموقع الشهير لتتبع سير الطائرات نشر الرحلات اللي الطيارة دي رحتها وبالتواريخ بتاعتها هو وما تصدقش أيضا فريق آخر كلام كمل الصورة عمل إيه خدنا الأرقام بتاعت الرحلات والتواريخ وبحثنا عن هذه التواريخ ليه كنا بندور في التواريخ دي لأن الحقيقة في أصابع اتهام بتقول أن الطيارة دي بيمتلكها جهاز سيادي في مصر وأن الدولة المصرية بنظامها ومخابراتها تدير هذه الطائرة بل تمتلك هذه الطائرة بل تستخدم هذه الطائرة دي مش معلومة مؤكدة ده تحليل الناس كتير بتتكلم فيه من الصبح فحاولنا نحن نتحقق من القصة دي ونشوف هل يطرى الطيارة دي في التواريخ دي في الوجهات دي اللي أعلن عنها واللي موقع فلايت رادار 24 أكدها كان لها أي علاقة بأحداث رسمية أو حاجة ليه علاقة بالمخابرات أو مسؤولين مصريين تعالوا نشوف مع بعض التواريخ وأنا هنا لا بأكد ولا بنفي أنا بحط لحضرتك زي ما اتفقنا مجموعة من المعلومات جنب بعض أنت في الآخر ليك الحكم تعالوا نتعرف مع بعض على هذه الطائرة مصرها والتواريخ اللي اتحركت فيها من القاهرة إلى الدول الأخرى كان إيه الأحداث اللي حصلة في وقتها طيب نبدأ بـ 24 مايو 2023 هذه الطائرة تحركت من القاهرة إلى بنغازي قبلها بساعات قليلة 23 مايو 23 كان هناك مباحثات في القاهرة وتم التوصل لاتفاق غير معلم بين دبيبة وحفتر برعاية مصرية بعدها بساعات الطائرة دي تحركت من القاهرة بنغازي كانت واخد حفتر ودبيبة كانت واخد ناس تانية كانت واخد زباط مخابرات الحياة ما نعرفش لكن أنا بقولك أنه في اليوم ده بعد ساعات من الاتفاق ده الطائرة دي تحركت من القاهرة البنغازي تمام 17 مايو 23 الطائرة نفس الطائرة تحركت من القاهرة لترابولس جميل ده يوم 17 مايو يوم 18 مايو 2023 عم حميدة بيبة يستقبل في ترابولس وفد رفيع من جهاز المخابرات العامة المصرية هل الوفد ده كان راكب الطائرة دي يوم 17 ورح من القاهرة لترابولس احتمال أنا ما عنديش تأكيد على المعلومة لكن المعلومتين اللي عندي أن الطائرة تحركت يوم 17 مايو من القاهرة لترابولس ويوم 18 مايو كان فيه وفد بالمخابرات العامة المصرية في ترابولس بيعمل مباحثات مع البيبة 19 يونيو 23 اليوم ده تحديدا قبل ما نقرأ اللي حصل يوم 21 يونيو يوم 19 يونيو الفريق محمد فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية المصرية طار من القاهرة إلى باريس في نفس اليوم اللي الطائرة دي طارت فيه من القاهرة الباريس سبحان الله يمكن تكون صدفة الله أعلم لكن الراجل قائد القوات الجوية طار لحضور معرض باريس الجوي والمعرض ده كان على هامشه توقيع صفقة سلاح وفقا لموقع أفريكا انتليجنس مصر كانت عايزة تعمل أمر صناعي من فرنسا لو تفتكروا اكلمنا عن الكلام ده في شهر ستة اللي فات الزيارة دي أو السفرية بتاعة الطيارة دي يوم 19 يونيو اللي كان في نفس يوم صفر قائد القوات الجوية المصرية كانت قبل يومين بس من صفر عبد فتاح السيسي وحضوره لقمة ميثاق التمويل العالمي لباريس هل كان الراجل قائد القوات الجوية على الطيارة دي؟ هل الجيش المصري بيستخدمها؟ هل كان فيه وقت من المخابرات بيرتب زيارة السيسي قبلها بيومين؟ كل ده وارد الحقيقة مفيش معلومة مؤكدة لكن احنا زي ما قلت لك بنستعرض الأحداث اللي حصلت تعالوا نكمل ونشوف رحلة الطيارة الغريبة دي بتقول لنا ايه كمان 23 نوفمبر 2022 السنة اللي فاتت طارت هذه الطائرة رقم T 7 WSS من القاهرة إلى تل أبيب اليوم اللي بعده كان فيه حاجة غريبة شوية هل الحادستين ليهم علاقة ببعض برضو انت اللي تحكم؟ اليوم اللي بعده يوم 24 نوفمبر 22 مصر طاردت 11 طيار اسرائيلي دخلوا بشكل غير قانوني هارتس نشرت تقرير كبير جدا وقالت ان كان فيه تواصل مصري اسرائيلي في الساعات القليلة الماضية وبموجب دخلهم الغير قانوني القاهرة طلبت منهم مغدرة البلاد هل الطيارة دي كانت تحمل على متنها قيادة كبيرة في جهاز المخابرات العامة المصرية التقى بمسؤولين في تل أبيب لحل هذه الأزمة اللي أعلنت تاني يوم الحياة ما عرفش انت تحكمه 28 فبراير 23 ودي الحياة كانت حاجة غريبة جدا طارت هذه الطائرة من القاهرة إلى تونس في نفس اليوم اللي طارت فيه الطائرة دي لتونس من القاهرة كان اللواء محمود توفي وزير الداخلية المصري بيصل إلى تونس قادما من القاهرة للمشاركة في مجلس وزراء الداخلية العرب هل وزارة الداخلية بتستخدم الطيارة دي كتاكسي بتنقل فيه وزير الداخلية من الحياة ما نعرفش لكن مصطفة غريبة برضو 13 مايو 2023 بتطير هذه الطائرة من القاهرة إلى جدة للمشاركة ما نعرفش كان الطائرة ليه لكن بعدها بيومين 3 سامح شكري كان موجود في جدة لحضور تجهيزات القمة العربية اللي هيوصل السيسي بعدها بيومين عشان يشارك في القمة العربية هل كان هناك وفد علاماتنا هذه الطائرة يقوم بالتجهيز لزيارة سامح شكري عفتح السيسي كل شيء وارد الحقيقة فالحقيقة رحلات الطائرة الغريبة دي بتقول لنا انه مين اللي بيمتلكها هل المخابرات العامة المصرية اللي هي بتشرف على ملف ليبيا واللي هي بتتعامل مع دولة الاحتلال هي اللي بتمتلك الطائرة هل بتمتلكها قوات الجوية المصرية لتصادف ان الطائرة دي طارت لباريس في نفس يوم رحلة قائد القوات الجوية الفريق محمد فؤاد عبد جواد هل الطائرة دي بتمتلكها الخارجية المصرية ولا المخابرات هي اللي بتنسأ قدوم سامح شكري ورئيس الجمهورية قبل القمة العربية هل بتمتلكها وزارة الداخلية عشان تطير لتونس في نفس اليوم اللي وزير الداخلية رايح يشارك هناك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الداخلية العرب كلها اسئلة حضرتك جاوب عليها انا مش جاي جاوب عليها انا جاي احط لحضرتك كل المعلومات دي وصاد بعض وفي الاخر الحكم ليجي